الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد شبابنا الجميل بنتنا ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم عايزين نقف مع بعض وقف يا جماعة يعني سبحان الله من عدة أيام في استقبال المستشفى واحد إخواني واقف في استقبال المستشفى يعني في نص الليل جي اتنين شباب اللي اتنين أوفردوز اللي اتنين واخدين جرعة مخدرات زيدة اللي اتنين حصل لهم توقف في عضلة القلب يعني اللي اتنين بيموت يا جماعة أو اللي اتنين فعلا خلاص يعني شبه ماتهم وهي اللحظات ويبقى ده اسمه ميت وده اسمه ميت ودخلوا قضة الإفاقة وفضل طاقم الأطباء يحاول بكل قهده انه يرجع نبض القلب بتاع ده وبتاع ده ولكن سبحان الله العظيم الاولاني مات نبض القلب مرجعش تاني والتاني بعد محاولات جاهدة أخيرا على الفجر بدأ نبض القلب يرجع وبدأ الشاب يقدر يتكلم تاني يعني صاحبي وقف جنب الشاب اللي نجا فبيقوله انت تعرف اللي كان نايم على السرير جنبك ده كان واحد برضو اوفردوس في المخدرات واحد منهم واخد حقنة وواحد منهم شم يعني فبيقوله انت تعرف اللي كان نايم جنبك ده هو كان كمان اوفردوس في المخدرات فالشاب يعني فتح عينه وبص بفزع قال له طب وحصل له ايه قال له مات 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 هو خلاص فرصته راحت وانت ربنا ادك فرصة تانية انت كأنك كتب لك عمر جديد الوقتي انت تضمن منين ان انت اللي كان ممكن تموت مكان الشاب الاولاني ده يا جماعة الاتنين نفس القضية مخدرات الاتنين اوفردوس الاتنين نبض القلب توقف ولكن ربنا كتب ان ده خلاص فرصته انتهت وربنا ادل ده فرصة تانية تضمن منين بقى تضمن منين ان انت اللي هتاخد فرصة تانية تضمن منين انت صاحبك مات وانت لسه ما تغيرتش صاحبتك ماتي ماتت وانت لسه ما فيش حاجة فيك تغيرت يا اخوانا الشباب الوقتي بيموت بالبطيق الشباب الوقتي لو ما فصلش وقف مع نفسه الشباب بيموت بالبطيق ايه اللي بعد كده غير اسوأ من اللي هو فيه فيه شباب كتير الوقتي يا يتوب يا امه يوصل لمرحلة الانتحار يعني سبحان الله كنت قاعد مع احد مغسلين الاموات بنفطر مع بعض من عدة ايام فبيقول لي يعني راح يجيب واحد مات عشان ينقله من بلد لبلد ركب مع الميت في العربية تلاتة تلاتة رايحين يجيبوا الميت ويساعدوا في غسله ويساعدوا في يعني في تجهيز الجنازة بيقول طلع من البلد ومعا واحد ميت وثلاتة ركبين مع الميت بيقول لي عما وصلت للبلد بتاعت الميت كان بقى معايا اثنين ميتين واثنين عيشين واحد من الثلاثة جاتوا سكتة قلبية في الطريق مات بيقول وصلنا البلد بجسدين يعني واحد راح يجيب ميت مات واحد راح يغسل ميت مات واحد رايح يجهز ميت مات تضمن من اين يا اخوانا مفيش اي حد يضمن اي حاجة والله طول ما احنا عايشين في الدنيا دي ما نضمن لحظة فيها شبابيك شبابيك ده الشعار بتاعنا في البرنامج ده شبابيك ده الكلمة اللي احنا هنظور عليها في البرنامج ده شبابيك لما نزلت السحل الشمالي وانت بتاخد السحل الشمالي من اوله وانت معدي على القرى بتاعته كلها وانت معدي على مارينة وعلى جولف بورتو وعلى هيسندة وعلى مراسي وعلى سيد عبد الرحمن وعلى وانت قاعد تشوف ما لا يتخيله عقل شبابنا وصل للمرحلة دي تحس ان الشباب عاملين بالضبط زي بيقولولك فيه واحد بيموت جوه شقة وكل اللي بواب مقفولة وكل شبابيك مقفولة لازم حد يكسر شباك يدخل منه ينقذه لازم يا جماعة الشباب الوقت عايش جوه بيوت مقفولة بل كل البيوت الوقت مقفولة على مشاكل عايزين نفتح شبابيك يا جماعة شبابيك يدخل منها النور تاني شبابيك تنور لنا حياتنا تاني عايزين نفتح في قلوبنا شبابيك تنور لنا تاني تنور للشباب قلوبهم تاني عايزين كل واحد مننا يفتح شبابيك في حياته تنور له عشان ننقذ لازم يا اخوانا انا حاس انها مهمة مقدسة ان احنا لازم نفتح شبابيك على الشباب اللي عاد عايش جوه بيوت مقفولة حتى الفيسبوك الفيسبوك كانت فكرته ايه ان الشباب رفض المجتمع ان الشباب عمل لنفسه مجتمع مغلق عليه ما حدش له دعوة به كانت فكرة الفيسبوك في الاول ايه فكرة السحل الشمالي ان الشباب افلين عليهم القرى السياحية لا لهم دعوة بالواقع ولا الواقع له دعوة بيهم الوقت شباب المخدرات لوحدهم كأنها بيوت زجاجية بالصد كأنها بيوت زجاجية شباب والعياده بالله الشهوات والزنق لوحدهم شباب الشبهات لوحدهم الشباب مقفول عليه عايزين نفتح شبابيك يدخل النور منها تاني يعني سبحان الله العظيم يعني ابن اتصلوا بيه يعني ابن امه مرضت مرض شريك جدا وكان لازم تعمل عملية خطيرة وسفرت عشان تعمل العملية في بلد تانية او محافظة تانية فالابن نتيجة ظروفه ارتبطاته مقدرش يسافر مع والدته الام حالتها تدورت جدا اتصلوا بابنها قالوا له الحق والدتك يتهي ساعات يتلحق تشوفها قبل ما تموت يا امه هتوصل بعد ما تكون ماتت الابن طار عشان يلحق والدته وهو على مدخل المدينة اللي والدته بتعمل العملية فيها جالوا سكتة قلبية مات المفروض انه كان رايح عشان يرجع بجسد والدته امه هي اللي رجعت بجسده المفروض انه كان رايح عشان يرجع بجنازة الام الام هي اللي رجعت بجنازة الابن هو رايح عشان يجبها هي اللي جابته ورجعت تضمن منين تضمن منين انت وقعت في محاصي ووقعت في كبائر ودخلت على كبائر وصاحبك مات وكان بيعمل نفس المعاصي دايق وانت لسه مكمل عليها صاحبتك اللي كانت متبرجة ودخلت تاخل دوشي بس بعد ما كنت انتو الاتنين في محاضرة واحدة وفي سيكشن واحد وفي راوند واحد وعرفت انها ماتت وفضلت انت على اللي انت فيه وفضلت انت على نفس الطريق اللي انت فيه هنتغير امتى جماعة هنتغير امتى شاب من الشباب يعني ساكن جنبنا جنب البيت بيت عندي وهو معد كده في احد اخواني بيقول له تعالى يا فلان تعالى صلي معنا الكلام ده اخواننا يعني لسه في رمضان في نص رمضان اللي فاد ده يعني الكلام ده لسه معداش على شهر تقريبا تقريبا حول شهر بيقول له تعالى يا فلان صلي معنا قال له بقولك ايه انت وانت قدي انت كنت عيش حياتك بالطول وبالعرض سيبنا عيش حياتي ولما بقى قدك هصلي تاني يوم كانت المنطقة بتصلي على الشابنا هو تاني يوم وقع من الدور الثامن او التاسع في العمارة بتاعته وهو واقف الشباك مات في لحظة كل حاجة انتهت في لحظة الفجر كانت صلاة الجنازة عليه تضمن منين مين فينا يضمن يا جماعة مين فينا لو ما تغيرش يضمن شبابيك لازم لازم الواقع ده يتغير اخواننا لازم الشاب اللي قافل على نفسه مش عايز يسمع حاجة مش عايز يسمع حد مش عايز حد ينصحه مش عايز حد يخرجه من لوه فيه عايز يوهم الناس كلها نوع مبسوط كده ومش عايز يتغير لازم نفتح شبابيك على الشباب دول ولازم هم يفتحوا شبابيك ووظفت البرنامج ده ان احنا نقنع كل شاب وكل فتاة انهم لازم يفتحوا شباك على الحياة لازم يفتحوا لنفسهم شباك النور ييجي منه وإلا لو فضل كده لا يلومنا إلا نفسه الشاب اللي جاي مخنوق وبيقول لي أنا خلاص أنا هنتحر انت يا ابني ما تعرفش ان كل يوم فيه 4000 واحد بينتحروا في الدنيا كل يوم فيه 4000 واحد بينتحروا في الأرض انت مرشح لو ما تبتش انك تبقى واحد من ال 4000 دول انت مرشحة لو ما تبتيش لو ما تغيرتيش انك تبقى واحدة من ال 4000 دول تضمن منين في الغرب وفي الشرق وفي كله اللي انت حرعت منتشر يا جماعة لإن خلاص الشباب عمل كل حاجة وعيش تعيس لما تنزل في السحل الشمالي أو في شرم أو تلقى الشباب ما عادش بيبص لبعضه أصلا ما عادش الشباب يبص للبنت وخلاص من كتر المعاص اللي عملوها هو ما عادش عنده حاجة يبص لها هو بقى ماشي الشاب اللي بيعصي ربنا أنا بقولك أنا بقولك الوقت نفسيتك وانت بتعمل المعصية نفسيتك وانت بتشرب المخدرات قاعد تضحك واستصحابك وانت قلبك بيبكي وانت قلبك بيتقطع وانت قلبك بيتمزق من جوه وكل يوم الصبح تصحى وتحس انك مخنوق منتش طايق لحظة الصحيان من النوم منتش طايق لحظة اللي بتفتح فيها عينك وتكتشف انك انت لسه عايش ومنتش عارف تعمل ايه تنزل تدور على اي معصية تهرب بيها من الهم اللي انت فيه وبعد المعصية كل حاجة تحرقت شباب جايين يقولولي احنا كل حاجة عندنا تحرقت طعم المخدرات تحرق طعم الزينة تحرق طعم المواقع الفازدة تحرق بقولوهم انا خايف عليكم من الفتن قالولي فتن ايه احنا ما عادش في معصية لها طعم علينا في حياتنا يا اخوانا معصب الشباب الوقت وصل لمرحلة يا ايه ما التوب يا ايه ما تنتحر اربعة شباب جايين من السحل الشمالي ما سابوش كبيرا لو عملوها زنا مخدرات عملوا كل حاجة وهم راجعين العربية تقلبت تلاتة منهم ماتهم صاحبهم الرابع لما صحي وعرف ان صحابه التلاتة هيصلي الجنازة عليهم تهب لربنا والتلاتة الاربعة كانوا اصلا جنوب يعني الاربعة ما ينفعش يصلوا غير لما يختاسلوا صاحبهم لما صحي ولقى صحابه التلاتة ماتوا بعد الزنا ماتوا جنوب صاحبهم اتقلبت حياته وهو الوقت اخ من الاخوة الدعاء الى الله بعد ايه هو كل واحد فينا مستني من التلاتة من صحابه يموتوا عشان يتغير انا كنت واقف مع شاب من الشباب بقول له حبيبي فكر حبيبي ما تضممش يا حبيبي ملك الموت مش هيستأزنك مش هيستناك الشاب ده مات بعد 72 ساعة 72 ساعة بالضبطه مات 72 ساعة وكان من اهل الاخرة مات تحت يعني مات هو هو بيخضر ماتوا صحابه رمو من العربية وطلعوا يجرم مات في لحظة كل حاجة بتنتهي في لحظة كل حاجة بتحصل في لحظة شبابيك عايزين نفتح شباك يا جماعة عايزين اغاثة يا جماعة عايزين النور يدخل يا جماعة يا انت تفتح شباك النور يدخلك منه يا ام حد يا جماعة يوصل لكل شاب يوصل لكل مكان يوصل لكل قرية السياحية يوصل لكل مصيف يوصل لكل صفحة فيسبوك بلهاش دعوة بالدين يوصل لكل شباب قفلين بيت زجاجة على نفسهم وبيعصوا ربنا فيه يوصل لهم ويقول لهم مش هتقدروا تكملوا كده والله ما تقدروا انت وانت بتعصى ربنا في الاول انت اول ما بدأت تعصى ربنا كالان بك بيتقطع وانت بتعصى المعصية اللي انت مدمنها وكنت خايف من عقوبة ربنا تنزل عليك شوية بقت بتعمل نفس المعصية بس وانت قلبك قاسي شوية بقت بتعمل نفس المعصية بس وانت قلبك ميت محطش بتفكر خلاص شوية بقت بتعمل نفس المعصية وانت معتقد ان ما عدش قدامك بديل تعيش غير بنفس المعصية ده ايه هتحس ازاي بكلمة اهدنا الصراطة المستقيم في الصلاة وانت قاعد تسمع غنيلي وبصيلي وعمليلي وحبيني هتحس ازاي بهدنا الصراطة المستقيم وانت لما الامام في خطبة الجمعة بيقول تبنا الى الله بتخاف تقول امين احسن تتورط وتتدبس هتحس ازاي بهدنا الصراطة المستقيم وانت مفيش حاجة ربنا حرمها لو بتسمحها وانت مفيش منظر او فتنة او متبرجة عدت عليك لو بصت ليها هتحس ازاي بالصلاة هتحس ازاي بكلمة الله اكبر هتحس ازاي بكلمة اهدنا الصراطة المستقيم هتحس ازاي بالسجود وبالركوع هتحس ازاي بالوقفة بين ايدين ربنا واحنا طبعنا على قلوبنا من كتر المعاصي اللي احنا عملناها اخوانا اللي يشوف منظر الشباب ليلة 27 رمضان وهم وقفين سدين الشوارع وقعدين يقولوا يا رب في التهجد ويشوف منظر نفس الشباب ليلة العيد وهم مفيش معصية لو بيعصوا ربنا بيها نص الشباب اللي زنى طول حياته اول مرة زنى ليلة العيد نص الشباب اللي شرب خمر في حياته اول مرة شرب خمر ليلة العيد نص الشباب اللي وقع في المخدرات اول مرة شرب مخدرات في حياته ليلة العيد المنظر ده اسمة الشاشة نصين احنا قفلنا عليها الحلقة ده هي قفلنا عليها اول لقاء لنا في شبابيك اول لقاء لنا في الرسالة اللي احنا هنبدأ فيها جماعة رسالة اني لازم نفتح شبابيك على الشباب اللي قفل على نفسه وان شاء الله بإذن الله هنبدأ بالرسالة ده هي الحلقة التانية هنبدأ بالرسالة دهية الحلقة الجاية هنبدأ بالرسالة دهية الخطوة الجاية كل يوم بيفوت علي حب ليك بيزيد شوية هنبدأ معه ازاي نوصل لحب ربنا اول شباك لازم نفتحه شباك حب الله شباك ازاي نقرب من ربنا سبحانه تعالى اول نور لازم يدخل علينا عشان نتغير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب اليك اشتركوا في القناة